السلام عليكم ورحمة الله زيكو يا بنات عاملين ايه الدرس الخامس من تعليم الكروشي دور التعليق تعلم الكروشي من الصف اساسيات الكروشي الدرس الخامس هنتعلم في حاجة اسمها جرزة التزايد يعني ايه اعمل تزايد التزايد ده بيكون معايا سواء كانت الجرزة عمود سواء كانت نص عمود سواء كانت حشو آآ يعني ايه تزايد هو من معناه ان انا بزود كمية او عدد الغرز اللي معايا يعني انا دلوقتي مسلا بعمل ايس كاب لو عملته من فوق لو اتديته من فوق بفضل مشيكا بيبقى صغير وبعدين بيفضل يوسع 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 صح هو بقى الوسع ده بيجي من حاجة اسمها التزايد لو انا مسلا بعمل فستان فبيكون من فوق صغير وبعد دل بيتعمل على واسع ازاي بيوزع بيوسع بالشكل ده ان انا بزود عدد الغرز اللي عندي هنعرف بقى ازاي نزود عدد الغرز طبعا دي متكونة من سلسلة في الدرس الاولاني وبعد كده اخدنا غرزة العمود ده غرزة العمود العادية جدا والنهاردة هنتعلم هنكمل عليها الغرزة بتاعت التزايد لو انت اول مرة تشوفي معايا الفيديو دوت تقدري ترجعي للحلقات الاولانية في يا اما هتلاقي الروابط في صندوق الوصف او تقدري ترجعي لها من على القناة هنعمل ايه بنتلع في السطر الجديد باتنين سلسلة كمان غرزة السلسلة شرحناها في درسة قبل كده تقدري ترجعي لها بلف الشغل واخد لفها على الابرة بسيب اول عين ما بشتغلش فيها بشتغل في التانية بدخل في العين التانية واخد الخيط اطلع من حلقتين وبعدين اطلع من حلقتين اللي هي غرزة العمود العادية جدا اللي احنا شرحناها قبل كده طيب التزايد ده يعني ايه يعني انا اتنين عمود في كل عين في كل عين هعمل اتنين عمود جنب بعض هنشوف ازاي انا كده عملت العمود الاولاني في العين العين دي هنعمل كمان عمود في نفس العين هاخد لفة على الابرة هدخل في نفس العين وهطلع اخد الخيط واطلع من العين هاخد الخيط واطلع من لفتين هياخد الخيط واطلع من حلقتين. بالشكل ده. لما اجي انهي او مسلا هسيب الشغل وهقوم اعمل اي حاجة او هتكلم او هشيل منه الابرة. اشد الخيط شوية كده علشان ما يتفكش معايا الشغل اللي انا عملته. بالطريقة دي. عملت اتنين عمود في عين واحدة. هيبان معانا لما نخلص السطر كله. نعمل تاني. طبعا انتوا عارفين ان انا بكمل السطر كله بنفس الطريقة علشان تقدري تتعلميها وتتقنيها كمان. تعمليها معايا واحدة واحدة. ناخد لفة على الابرة. بدخل في العين اللي بعدها. اخد الخيط واطلع من العين. اخد خيط واطلع من حلقتين. باخد خيط واطلع من حلقتين. دي طريقة العمود العادي. طيب انا عشان اعمل تزايد بعمل كمان عمود في نفس العين. باخد الخيط. ادي العين اللي انا عملت فيها العمودة هي. بدخل فيها هي هي. اخد الخيط وعمل كمان عمود. اطلع من حلقتين واخد خيط واطلع من حلقتين. طريقة دي. ده اسمه ايه? اسمه تزايد. كمان مرة بدخل في العين. اطلع. اطلع من حلقتين واطلع من حلقتين. ادي اول عمود. اخد الخيط تاني وادخل في نفس العين. واخد الخيط واطلع منها. اطلع من حلقتين واطلع من حلقتين. كده انا عملت اتنين عمود في عين واحدة. كمان ورزة تزايد. باخد خيط وادخل في العين. اخد خيط واطلع من حلقتين واخد خيط واطلع من حلقتين. في نفس العين اعمل كمان عمود. بالشكل ده. تاني اخد خيط وادخل في العين اللي بعدها. بقى معي تلات لفات الابرة. باخد الخيط واطلع من اتنين. واخد الخيط واطلع من اتنين. في نفس العين بعمل كمان عمود. اخد الخيط وعمل عمود في العين. خلاص احنا عرفنا طريقة العمود بنعملها ازاي? بقت سهلة تقريبا على كل الناس دلوقتي. بعمل اتنين عمود في كل عين. كمان مرة. باخد الخيط واعمل العمود الاولاني. باخد خيط واعمل عمود التاني في نفس الغرزة. فاضل اتنين. نعمل عمود بلفة. ونعمل كمان عمود في نفس الغرزة. مهم جدا اخر واحدة. علشان لما نيجي نعمل شغل يبقى شغلنا مزبوط من البداية. اخر وعين. بكون حريصة ان انا اخد الفتلتين مع بعض زي ما قلنا كده. تكون مش باينة قوي. اهو. باخد لفة على الابرة وادخل فيهم هما الاتنين. بتأكد ان هما الاتنين معايا على الابرة. اخد الخيط واطلع منها. هعمل عمود. هعمل كمان واحد في نفس العين. اسحب الخيط كده عشان ما يتفكش منه. بقى بالشكل ده. عارفنا اظن كده وبانت يعني ايه تزايد. ادي السطر الاولاني وادي السطر التاني. تعالوا كده نشوف عدد العواميد اللي تحت قد ايه واللي فوق قد ايه? هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر. اللي فوق واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر ربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمامتاشر تسعتاشر عمو يبقى تحت حداشر وفوق تسعتاشر. فعرفنا هن العدد زاد. والشكل كمان واضح جدا بقى طالع كده شبه الفستان يا باكد. باكد باكد. ممكن نعمل هجيبة او فستان لمدليا ولا حاجة او ثوزيعة اطفال هتبقى دمها زي الشربات. يا ربي يكون الشرح سهل عليكم. ويكون الدرس مفيد. اشوفكم في درس جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.